خلونا نبلش قراءة الفيديو ونبلش بالطاقة العامة بداية الطاقة العامة ببعض من برج الجوزاء عدكم انتظار نوع شي معين البعض من عدكم ممكن يكون منتظر السفر ممكن يتكونون منتظرين سفر صار لكم فترة السفر متعطل اشوفوا السفر موجود بهاي الفترة ان شاء الله راح يكون اكو سفر قريب انتم منتظرين اصار لكم فترة وايضا البعض من عدكم ممكن يكون بالفترة الحالية يحس بنوع من الاحتياج العاطفي ممكن البعض من برج الجوزاء تكونون تحسون باحتياج عاطفي البعض من عدكم اما كشفتوا خيانة عن شخص او كذب او خداع تلاعب من شخص ممكن يكون برج هوائي مثلكم او ممكن يكون برج ناري ايضا القراءة العاطفية طبعا الطاقة العامة اللي طلعت لي انه البعض من عدكم اكتشف انه الشريك اللي هو ويا متلاعب وانسحب فجأة من العلاقة هذا الشي مسبب لكم قلق صار لكم فترة انتم ده تفكرون بهذا الشخص البعض من عدكم ممكن يكون الشي اللي قاعد تنتظره اساسا هو رجوع هذا الشخص او توضيح من هذا الشخص عن سبب اختفاء المفاجئ اشوف انه برج الجوزاء البعض من عدكم اذا شنتوا ممكن هذا سيناريو يكون صار او ممكن ما صار اذا ما صار هذا سيناريو في بالقريب العاجل ان شاء الله اشوف عدكم كشف الشخص متلاعب شخص كاذب شخص منافق عند نوع من المكر هذا الشخص ممكن يكون طاقته نارية برج الاسد برج القوس وممكن تكون طاقته هوائية ممكن يكون جوزاء مثلك بكل الاحوال اشوف انه هذا الشخص عنده نوع من المكر من المواصفات هذا الشخص انه هو عصبي جدا وغيور وعنده نوع من الشك اكو شك هوايا عند هذا الشخص اكو عدم ثقة اكو عنده مكر تلاعب ممكن تكون انتكاش فاكثر من مرة فهذا الشي مسبب لك ازمة ممكن هذا الشخص يكون انسحب بشهر السابع صار له سبع اسابيع طالع هنا رقم سبعة او ممكن صار له سبع تيام حسب او ممكن رقم سبعة يكون يمثلك شي خلال هذا الشهر ممكن يوم سبعة بالشهر حتى عموا بصورة عامة هسه هاي الطاقة العامة اشوف عندك نوع من الاحتياج العاطفي الفقر العاطفي على الصعيد العام اشوف البعض من عدكم ممكن يكون منتظر سفر اكو عندك تطورات على الوضع حتى العملي الصحي العاطفي شوية امورك العاطفية الامور تبدي تتحسن شوية شوية بس الصورة يعني اقدر اقول لكم القراءة بصورة عامة حاليا اللي واضح قدامي انه انت اكو شخص متلاعب بحياتك انت لازم تخلي لحد انت راح تخلي لحد اني هاي طاقتك موجودة هنا انه انت راح تخلي حد لهذا شخص بس هذا الشي راح يسبب لك ازمة فخلونا نبلش نقرأ هسا قرأنا بس مجرد طاقة عامة هاي خلونا نبلش نبدأ بالتفاصيل اكثر على الصعيد العملي على الصعيد العملي بعض منكم يا برج الجوزاء شوفت شتو مارين بخسارة مالية او حتى ازمة مالية مريتو بها صار لكم تقريبا خمسة شهر اه هاي الازمة سببت لكم متاعب هواية ممكن لبعض من عدكم يكون اه خسر اه بشغلة او مبلغ مالي ان اخذ من عنده بدون حق وهسا منتظر انه هذا المبلغ يرجع اشوف هذا المبلغ اذا شنة انت يعني اكو لك مبلغ مالي عد شخص ومتأخر هذا المبلغ راح يوصلك هذا المبلغ اكون مبلغ مالي تشبير راح يجيك اشوف على الصعيد العملي لبعض من عدكم عنده فكرة جديدة او مشروع جديد بباله لا مع بهاي الفترة اكو شخص راح يساعدك انه انت تحقق هذا المشروع او حتى الفكرة اللي عندك ممكن يساعدك هذا شخص بالتخطط بالاستراتيجية واكو شخص راح يدعمك ماليا على الصعيد العملي اشوف اكو شخص كريم ممكن يكون من العائلة وممكن يكون شخص بصورة عامة هو كبير بالسن هذا شخص كريم ومعطاء اشوف اكو مساعدة راح يساعدك هذا الشخص بموضوع عملي انت منتظر اصار لك فترة البعض من عدكم ممكن يكون منتظر موضوع اللي ما عندهم شغل طبعا منتظر موضوع شغل جديد او تعيين جديد اكو اليك بداية جديدة اكو عمل جديد هنا وهذا العمل راح يكون بخير اليك وراح تستقر ماديا عندك استقرار مادي خاصة او راح يجيك فجأة شخص راح يعرض عليك موضوع عمل ممكن هذا الشخص قلت لك يدعمك او يساعدك ماديا اشوف اوضاعك العملية من بعد ازمة مريت بها تبدأ بالتحسن شوية شوية خاصة بشهر الخامس راح يصير عندك انقلاب بالاوضاع فجأة مفاجئ يعني اشوف تغيير مفاجئ على الوضع العملي ممكن انت يكون عندك مشروع راح تبدأ بي بداية هذه السنة بداية الشهر الاول من السنة شهر الواحد وبداية الشهر السادس راح تبلش العوائد مال هذا المشروع او الارباح تبين اكثر واكثر وتكثر اشوف عندك مساعدة اشوف من بعد احتياج مادي راح يصير عندك نوع من العطاء انت اللي راح تعطي عندك مسؤوليات هواية بهاي السنة وهي اساسا التحديات اللي موجودة عندك هي مسؤوليات ممكن تكون على الصعيد العائلي لانه ايضا هنا نقطة الضعف طلعت عندي ورقة العائلة فاوضاعك على الصعيد العملي يا برج الجوزاء اشوف الاوضاع ان شاء الله في تحسن مستمر وراح تبلش نتائج العمل اللي راح تبلش به او حتى المشروع تظهر بشهر السادس يعني النصف الثاني من هذه السنة اشوف اكو تحسن بالمادي كبير راح يكون موجود بحياتك اكو تغييرات اكو نقلات عامة خاصة على جميع الاصعدة مو بس الصعيد العملي والمالي على الصعيد العائلية حتى على الصعيد العاطفي اشوف اكو من بعد تفكير طويل قرارات جديدة اكو لبعض مرعدكم عنده تنقلات اكو عندك مناسبات احتفالات تب هاي سنة راح تكون اشوفها سنة خير عليك وسعادة باوضاع عائلية اوضاع المالية العملية رغم بعد وجود المشاكل يعني خاصة في بداية السنة من الناحية العاطفية ولكن امورك العامة اشوفها بتحسن دائم فالصعيد العملي قلت لكم اكو تحسن مادية لبعض من عندكم اكو فرصات عمل جديدة راح تجي وعندك اكو شخص راح يمثل مثل يكون سبونسور اليك يعني شخص داعم اكو شخص راح يدعمك ماليا بهاي السنة ان شاء الله راح يساعدك يقدم لك هواية مساعدات وانت من بعد ما كانت في حاجة او انو كانت عندك ازمة مالية اشوف راح تنقل البطاقة راح يصير عندك نوع من العطاء يعني راح يصير عندك اكتفاء مالي وراح تبلش بالعطاء عندك مسؤوليات هواية راح تتحملها شوف عندك تعب على الصعيد العملي راح يكون تركيزك الاكثر هاي السنة على الصعيد العملي والمهني بالنسبة للوضع الصحي اشوف وضعك الصحي مستقر اه ما عندك مشاكل البعض من عدكم وحشل النساء بصورة عامة ممكن تكون اه تكون مشاكل بالانجاب صار لكم فترة ممكن تكون اربع سنين البعض من عدكم ممكن يكون حتى يعني حمل متأخر عليها ومنتظرته اشوف ان شاء الله بهاي السنة في بدايتها اكو عندي اكو عند النساء بالاخص من برج الجوزاء المتزوجات اشوف اكو حمل من بعد انتظار ممكن يكون البعض منكم 8 شهر ممكن يكون اربع سنين اكو حمل اكو ولادة جديدة اكو شخص جديد راح يدخل ايضا بحياة العزاب من برج الجوزاء فاموركم دا شوفها يعني على الصعيد الصحي مستقرة على الصعيد العاطفي شوية الامور متعبة هاي الفترة راح تكون خاصة بداية السنة عدكم ودتلكم اكو شخص راح تكتشفون قناعة اكو علاقة صار لكم فترة بها تبدلون بها جهد تبدلون بها يعني التضحيات حب بس هذه العلاقة انتو بينكم وبين نفسكم وبداخلكم وتعرفون انو هاي العلاقة ما راح توصل للمكان وهذه العلاقة مو العلاقة اللي انتو تحلمون بها اشوف صار لكم سنتين تدرون بنفس الدائرة المواضع نفسها قاعد تتكرر المشاكل نفسها قاعد تنعاد الوضع ما قاعد يتحسن اكو امور هواية متعبتكم من هاي العلاقة الشخص اللي انتو وياه عند نوع من البخل العاطفي دائما رغم انو انتو هسا في علاقة شنتو او حتى اذا كنتو منفصلين او بعدكم اشوف انو هذا الشخص عند نوع من البخل العاطفي انتو بعلاقة بس انتو تحسون نفسكم عندكم احتياج عاطفي وهذا هو سبب الطاقة اللي موجودة هنان انو انتو اكو احتياج عاطفي قاعد تحسون بيه بهاي الفترة اكو نقص بالعلاقة والمشاكل والتعب صار لكم سنتين اشوفوا تدرون بنفس الدائرة العلاقة ما قاعد تتقدم العلاقة ما قاعد تتطور يعني ممكن تكون هاي العلاقة اا متعبة بالنسبة لكم صار لكم فترة انتو تحاولون تخلون حد ولكن تتراجعون دائما البعض منكم ممكن يكون انفصل عن هذا الشخص بشهر الثامن خلى حد للعلاقة اشوف هذا الشخص راح يبلش يرجع يظهر بحياتك بهاي الفترة وراح يطلب منك ان هو يرجع اليك وراح يجيب كلام حلو ممكن يكون نفسه هذا الشخص المتلاعب اللي راح يجي يدخل العلاقة فجأة وراح يكون كلامه اغلبيته كلام حب وغزل راح يقنعك حتى يحاول يقنعك ترجع له ولكن هو متلاعب هو شخص اناني هذا الشخص اشوف الانانية عنده عالية وغيور جدا ممكن يكون هذا الشخص بنسبة لمنفصلين مراقبك ولما شاف انه انت حياتك بلشت تستقر حب انه يرجع يسيطر عليك مرة ثانية لانه اكو شخص اشوف ده يحاول انه يسيطر عليك خاصة اذا كان هذا الشخص من برج الاسد الطاقة مالتا طالع بفضوح موجودة يمي ممكن هذا الشخص يدخل بحياتك فجأة في سبيل يخلي توازنك يختل وبعدها راح يرجع ينسحب من العلاقة فاذا المواصفات اللي قلتها موجودة بهذا الشخص اللي انتم الفصلين عنه هنا عندي برج السرطان برج الاسد ممكن يكون برج هوائي برج جوزاء مثلكم او برج القوس يعني واتفر اي ساينز انتم تتعاملونوا اياه الابراج مو مهمة مية بالمية بالقراءة المهمة القراءة نفسها تنطبق عليكم اشوف انه هذا الشخص هو رحل من حياتكم فجأة او انتم بعد ملل وبعد تعب ويا هذا الشخص قررتوا انه اطلعون من العلاقة وسلمتوا امركم يعني مثل ما نقول سلمتوا الامر لله بهاي العلاقة لان تعبتوا هواية بها وما قاعدت توصلون للحال ولا قاعدت توصلون للمكان اشوف انه بداية السنة خاصة ان اول اربع شهور من السنة رح يكون عندكم نوع من التعب العاطفي على الناحية العاطفية ولكن انت قادر على اتخاذ القرار عندك قرارات سليمة رح تتخذها اشوف العقل عندك رح يكون يغلب العاطفة بهاي الفترة عندك قرارات هواية قرارات رح تكون صحيحة عندك نوع من الحدة بالتعامل رح تكون العاطفية اللي كنت انت بها كنت انسان عاطفي وبرج الجوزاء بطبيعة ايضا انسان عاطفي رغم انه هو شوية غير متوازن تلقى كل ساعة براي ولكن اشوف انه قوة العقل راح تكون بهاي الفترة هي اللي مسيطرة عليك اكثر من العواطف اشوف انه اكو شخص راح تخلي لحد راح تقطع هذا شخص من حياتك تماما تقطع التواصل ويا وعندك شخص راح يجيك بعرض حب جديد اكو عرض حب جديد راح يجيك خلال اول اربعة شهر من السنة بالنسبة لناس المنفصلين او حتى العزاب راح تفكر بهذا العرض جديا يعني تاخد ممكن يكون هذا العرض اجاك قبل شهر او راح يجيك بعد شهر اربعة سابيع هنا طالع يمي وانت ده تفكر بي او راح تاخد فترة انه تفكر بي بعقلك اكثر مما تفكر بالمشاعر بسبب الازمات اللي مريت بيها هي اساسا المرأة اللي اعانت من العاطفة وايا لحد ما وصلت مرحلة انه العاطفة عدها صارت قليلة تستخدم قوة العقل قوة التفكير على العاطفة والمشاعر هذه المرأة ممكن تكون امرأة مستشارة لانه عدها توازن تقدر توازن سيفها شوفوا سيفها متوازن تقدر توازن بين العقل وبين العاطفة ولكن هي القوة اللي غالبة عليها هي قوة العقل التفكير فاشوف انه انت راح تفكر بهذا العرض وبصورة جدية وراح تتخذ فترة ما راح تتسرع هاي العلاقة الجديدة اللي راح تدخل حياتك ممكن تكون مسيطرة عليك لانه اساسا الشيء الغير متوقع حدوثه هو عرض حب جديد من شخص انت ما متوقعه راح يدخل حياتك هذا شخص عنده استقرار ممكن يكون استقرار ماديا يكون مستقر ماديا او حتى مستقر يعني كوضع هو توازن عنده فراح يعيد لك التوازن نقاط القوة اللي عندك هي ايضا عندك ورقة التيمبرانس التوازن فهذا شخص اشوف هو طاقته متوازنة اوراقه جدي كلها معدولة فهذا شخص عندنا من التوازن العاطفي التوازن يعني الفكري شخص اشوف انه كلش مناسب لك من بعد المرحلة اللي انت راح اتعدي بيها من المتاعب الحزن وخيبات الامل المتكررة اللي كانت عندك من هذا الشخص اللي مرت بيك بالماضي اشوف عندك بالفترة الحالية صار واعي وادراك من التجارب السابقة اللي مرت بيها راح تقدر تتخذ قرارات صحيحة ان شاء الله بالفترة الجاية قراراتك راح تكون بمكانها راح تستعيد التوازن من بعد ما صار لك تكون انت فترة ممكن قلت لك صار لك ثمانة شهر او حتى من شهر الثامن امورك كلها من خربطة يعني انت فاقد توازنك بهاي الفترة يا برج الجوزاء هذا الشخص ممكن يكون من برج القوس طالعت لي ورقتين البرج القوس اللي كوينوفوند ايضا ندل على برج القوس او الاسد برج الاسد ايضا موجود عندي وممكن يكون برج السرطان يعني اي ساينز موجود ولكن يعني اشوف هذا الشخص راح تكون اليك فرحة ويا اكو علاقة بيناتكم راح تثمر العلاقة راح تكون علاقة جدية علاقة وابحة ما بها اكاديب خاصة من بعد خروج هذا الشخص المتلاعب اللي موجود بحياتك اللي راح ينسح بفجأة وراح يشغلك موضوعه ايضا فترة من الزمن ولكن اشوف الحض بالنسبة للامور العاطفية للمتزوجين والمرتبطين اللي هما اساسا بعلاقة بالفترة الحالية اشوف بداية السنة الحبيب راح يكون شوية مشغول بالماديات بالعمل وراح يقل اهتمام لبعض من عدكم ده يحس ان الحبيب مهتم به مثل قبل اكو تغييرات اشوف انه هذا الحبيب اللي متغير عليكم خاصة الناس اللي متزوجين اللي هما اريدي بزواج يعني اشوف انه عنده مشاكل بالفترة الحالية شكرا شكرا و Ada رب اشتركوا في ce شكرا دعو